رغم أنه لم يكن مفاجئا إلا أن قرار ترامب شأن الهجرة وقع كالصاعقة على الآلاف من اليمنيين الذين قيدت حرياتهم ومنوع من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى المئات من الطلاب والطالبات الدارسين في أمريكا تحولوا إلى عالقين بفعل هذا القرار الذي وصف بالعنصري فيما يواجه آلاف العائلات مستوى غير مسبوق من التوتر نتيجة الجدار الذي أقامه ترامب بينها وبين أقاربها العالقين في أمريكا لا يملكون خيار العودة أو الحركة منها أو إليها بالنسبة لي أن زوجتي هي الطالبة أحدى الجامعة الأمريكية هذا قرار العنصري تام لأنه لا نستطيع أن نلتقي بعد هذا القرار وما إلى ذلك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سلل عائلة ألمانية مهاجرة تعود إلى بلدة كاليشتات لكنه قرر أخيرا إغلاق بلد الحريات والفرص الواعدة أمريكا الكبيرة وقرر معه انتزاع مفاتيح البلدان التي عاقبها ليدخلها متسلحا بكل قوة أمريكا العسكرية بدون استئذان تماما كما فعل في اليمن عندما أرسل قوات كوماندوزو مروحيات مقاتلة وطائرات بدون طيار لمهاجمة بلدة يكل في قيفة رداع بوسط البلاد بحثا عن إرهابيين مفترضين حدث ذلك غدا تتوقيع ترامب أمرا تنفيذيا بمنع دخول حامل الجنسية اليمنية ومعهم مواطن ستة دول عربية وإسلامية أخرى هكذا بكل بساطة وبنية إهدار كرامة مواطن هذه الدول وانتهاك حقوقهم لم يسبق لرئيس أمريكي أن قبل بهذا القدر من الرفض والاستهجان نتيجة سلوكه الذي يتنافى تماما مع القيام الأمريكية كما يحدث لترامب من الشعب الأمريكي ومنظومة الإعلام الحر في ذلك البلد ثورة المطارات حدثت في أمريكا الآلاف من الأمريكيين حولوا المطارات إلى ساحة حرية للتنديد بقرار الرئيس ترامب غاب موقف الحكومة حتى اللحظة عن الهجوم العسكري الأمريكي على بلدة إهكلا وحضر حيال قرار حضر السفر إلى الولايات المتحدة للأفراد الذين يحملون جوازات سفر يمنية مصدر في الخارجية اعتبر أن مثل هذه القرارات تدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة وأكد أن المطلوب هو التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز موقف لا يكفي وحده لإنهاء مأساة عشرات آلاف اليمنيين الذين خذلتهم الديمقراطية الأمريكية في عهد ترامب